السلام عليكم في هذا الفيديو قدي نقدم لكم واحدنا موضج للفرد الأول بنسبة للسنة الثالثة إعدادي بنسبة للتلاميذ لماذا لما دوزوا الفرد وبغير راجعوا ولحتة لدوزوا الفرد وبغير راجعوا المتحان المحلي التمرير الأول أجيب بصحيح أو خطأ يحمل الإلكترون شحنة كهربائية موجبة إذن الإلكترون دائما يحمل شحنة كهربائية اللي هي سالبة وبالتالي سنقسم هنا خطأ تتقون الضرة من مكاونين هما الأنيون والكاتيون وبالتالي خطأ علاش لأن الضرة تتقون من مكاونين أساسيين هما النوات والإلكترونات أما الأنيون والكاتيون فهما من أنواع الأيونات لأننا نعرف بأن الضرة إما تكتسب ولا تفقد أيون أو أكتر فعندما تكتسب الضرة أيون أو أكتر تسمى أنيون يعني تصبح أيونا سالبا يسمى أنيون وعندما تفقد الضرة أيون أو أكتر تصبح أيون موجبا ويسمى بألكاتيون وبالتالي سنكتب هنا خطأ ينتمي الزجاج إلى مجموعة المواد العدوية الزجاج لا ينتمي إلى مجموعة المواد العدوية فالمكون والعنصر الذي ينتمي إلى مجموعة المواد العدوية والذي درسنا في الدرس هو البلاستيك وبالتالي ركينا واحد الدرس دي المواد العدوية اللي غادي يبدو أن نتعرفه كيفاش نفرقه كيفاش نعرفه واحد المادة واشي عبارة عن مادة عدوية أمل وبالتالي اكتبوا هنا خطأ الأيون ناتج عن اكتساب ضرة الأكسجين لإلكترونين هو سي دي بلوس إجابة خطأ آه ليش لأن هناك اكتساب ضرة فاش نحضره على اكتساب فالضرة التي اكتسبت كيكون عندها واحد شحنة اللي هي سالبة وبالتالي هنا من حيث الشحنة رح خطأ وحتى من حيث هذا الرمز ديال الضرة لأن شكو اللي يكتسبو له فقط درها ضرة الأكسجين ماشي ضرة الكاربون إذن هنا خطأ من حيث الشحنة وحتى من حيث رمز الضرة ثانيا نسجل أسماء المواد وأسماء الأجسام من بين الأسماء التالية إذن أنت مجموعة من الأسماء سنصنفها إلى أجسام ومواد إذن شو خاص نكون عارفة نحن عارف نفرق ما بين الجسم والمادة إذن الجسم يتكون من مادة أو مجموعة من المواد أما المواد فهي التي تدخل في تركيب الأجسام إذا ناخدنا صفيحة من النحاس إذن النحاس عبارة عن مادة وينتمي إلى مجموعة الفلزات إذن بحلو بحل الحديد، بحل الأليمنيوم، بحل الفضة، الدهب إلى غير ذلك اللي تتميز ببعض الخصائص المشترقة وأهم خاصية في هذه الفلزات هي التوصيل الكهربائي وبالتالي هنا يندروا صفيحة نحاس الزجاج الزجاج هو عبارة عن مادة يدخل في تركيب مجموعة من الأجسام قلم الرصاص إذن قلم الرصاص يتكون من مجموعة من المواد كالقوم الرصاص، القوم الخجب إلى غير ذلك فهو عبارة عن جسم قنينة بلاستيك إذن أخذ قنينة مصنوعة من البلاستيك فهي عبارة عن جسم لأن البلاستيك فيها أنواع ونقض القوم في القنينة أكثر من النوع من البلاستيك وبالتالي فهي عبارة عن جسم هاتف محمول عبارة عن جسم لأنه يتكون من مجموعة من المواد نظارات شمسية هي عبارة عن جسم ومصباح عبارة عن جسم أما إلا أخذنا متعدد كلورول فينيل هو عبارة عن نوع من أنواع المواد البلاستيكية واللي كارمزوليه بـ P-V-C وبالتالي هاتف متعدد كلورول فينيل هو عبارة عن مادة ثالثاً املأ الفراغ بما يناسب تتكون الضرة من شحنتها سالبة وشحنتها موجبة إذن نحن نعرف بأن الضرة تتكون من مكونين أساسيين وهما النواة والإلكترونات إذن أخذنا بشحة سالبة نرى الالكترونات شحنتها سالبة ونواة التي would effectively موجبة حتى هاتف إلى ضرة أو مجموعة من الضرات أو إلكترونات أو أكثر إذن أخذنا علاقة بإلكترونات هو الآيون هو الآيون ولي يعبارة عن ضرّة أو مجموعة من الضرات فقدت او اكتسبت الكترونا او اكثر يعني نفشل نهضره على الضرة اللي اكتسبت او فقدت ما كان نبقاش نهضره على الضرة ولكن نهضره على اي يوم تتكون المستعملة في حياتنا اليومية من مواد مختلفة يش كلك تكون من مواد مختلفة هما الاجسام تصنف الى مجموعات كبرى يش هما المجموعات اللي صنفنا لهم هاد المواد هي الفيل الزيت نقلنا بحل الحديد الحديد نحاس الزنق القصدير الى غير ذلك ومجموعة الزجاج ومجموعة المواد العضوية ولكن شكل درسنا الخصائص دياله ما بين المواد العضوية هو البلاستيك لان المواد العضوية فيها بزاف فيها الورق فيها الخشب الى غير ذلك ولكن احنا ياخذينا البلاستيك من بين هاد المواد العضوية واللي شفنا الخصائص دياله تزود التمرين الثاني املأ الجدول بما يناسب اعطونا الضرق الرمز العدد شوحنة النواد شوحنة الالكترونات ورمز الايون الناتج وشوحنة الايون بدلالة او لان او هي واحد شو احنا اللي هي ابتدائي يعني بلا بلاس من من كتبو القيمة ديالها اللي هي واحد فصلة ستفاش روس ناقص ستعتاش كولم كان بداوا نكتبوه هي غي او باش كتجينا سهلة في التعبير هنا يا اعطوني الكلار دان الكلار باش نعرف الرمز ديال دان هو نغم المورة كان نكون عرفته بقوة ما مخدمت التمارين ولكن الى ما عارف الكلار الرمز ديالو منين غد نجيبو غانمشي نيش هال رمز لايو الناتج هو السأل الموى دان هاد الرمز لايو الناتج راه هو يمثل الرمز ديال الدرة وبالتالي الكلار راه وسأل دائما سي ماجسكول وقال منسكول هنا شحنة النوات بدلالة اي ذان باش نعرف شحنة دية النوات كانم بشي ما كان ما كانشوفش في البلد شي دية nullayyon مكن بقاش نشوف فيه ولكن شوقي نشوف هات الشحنة دية الالكترونات لأن الشحنة الإلكترونات في الضرة الشحنة للعدد الإلكترونات يساوي عدد شحن الموجب دي النوات يساوي عدد شحن الثالب دي الإلكترونات هنا أيضاً عن 11 والي س PTSD 17 العدد الدري فهو عدد الشحن الموجب الموجودة في النوات وفشك تكون الضرة متعادلة لأن الضرة متعادلة الكهربائية أنه عدد شحن الموجب تساوي عدد شحن السالبة وبالتالي العدد الدريرة هو 17 هو عدد شحن السالبة هو عدد شحن الموجب وهنا يا شحنة الأيون بدلالة أ لأن هنا يا شحنة دي الأيون عندي هذا رمز الأيون من هنا كان جابت شحنة لأن ما عنديش هناك شحنة الإلكترونيات للأيون لنجبد منها نجبد منها شحنة الإلكترونيات زائد شحنة النوات هناك غير رمز الأيون سنجبد منه مباشرة لشحنة الأيون هناك ناقص وبالتالي الشحنة الأيون هي ناقص أ أشغل ناقص أ هي ناقص 1 أ ندزل الضرة الثانية هي أ أ أ هو الأكسيجين إذن الضرة الثانية اللي كان نخدمه مرحسن يكون عارف الإسم والرمز ديالها العدد الدري هو 8 لماذا يعطوني واحد الضرة ويعطوني العدد الدري ديالها رأطوني جميع المعلومات الخاصة بالضرة وبالتالي شحنة النوات إذن الشحنة ديال النوات عدد الدري 8 يعني ره العدد ديال الشحنة المجبرة هم 8 وبالتالي الشحنة شحنة هي زائد 8 شحنة زائد أ شحنة الإلكترونات إذن هنا عندي 8 ديال شحن المجبرة وبالتالي هدي يكون عندي 8 ديال الشحن الساليبة إذن ناقص 8 أ هنا عندي رمز العيون ناتج بحل عكس ديال المرحلة الأولى الأولى في القلور أعطوني الرمز ديال العيون وعطوني نجبد الشحنة ديال ونجبد الرمز وبالتالي سيكون 2 مو هنا ناقص 2 أ 2 مو يعني نحاس الرمز ديال سنكون عارف هو س العدد الدري من ينجيب شحنة الألكترونات ديال هاد النواة شحال شحنة الألكترونات ناقص 29 أ وبالتالي شحنة ديال النواة غا تكون 29 أ لأن الضرة متعادلة كهربائيا عدد شحن الموجبة يساوي عدد شحن السالي وبالتالي شحن العدد الدري هو 29 شحنة الآيون بدلال بنسبة شحنة ديال الآيون ناقص الرمز الآيون هو 2 يعني عبارة عن كاتيون ولا عبارة عن واحد الضرة اللي فقد جوج ديال الإلكترونات وبالتالي شحنة جوج الثاني يحتوي أيون الكبريت على 18 الإلكترون هنا حالما يهضروا لي أيون الكبريت باش ما نتلف شرح الآيون مش هو الضرة من حيث العدد ديال الإلكترون أما الشحن الموجة برا ما يتبدلش بالنسبة للأيون والضر يحتوي الكبريت على 18 الإلكترون وينتج عن طريق اكتساب الدرة الكبريت لإلكترون إذا نتلف الدرة الكبريت اكتسب جوج الإلكترونات والآلا 16 الإلكترون إذا مال كان على الدرة الكبريت في درة 6 الإلكترون 16 اذا ما هو العدد الدري لأيه الكبريات اذا سيكون العدد الدري دياله اللي كان رمزه بزيد هو ستاش لان العدد الدري يعطينا حتى العدد ديال الالكترونات في الدره اللي هو ستاش الالكترون وبالتالي ما الشوحن ديال الالكترونات هو ناقص ستاش او فاش اكتسباتش حل ولا مالكترون ولا تمنتاش ما هو رمز ايون الكبريات اذا باش رمزه الايون كرمزه برمز الدره هو اس يعني الرمز ديال الكبريات ولكن باش رمز الايون خصي نشوفش حل عدد شو حل الموجبة او السالبة يعنيش عدد الالكترونات اللي اكتسبتها اوفقدتها هاد الدره عندي احنا هاد الدره اكتسبت وبالتالي بما انها اكتسبت راه ولا عندها اكتسبت يعني راهولت انيون وبالتالي راهولت شوحن ديالها اللي هي سالبة وش حل اكتسبت اكتسبت الكترونين وبالتالي كندير اس دو موه لانكتسبت شوش ديال الالكترونات ثالثا احسب شوحنة ايون الكبريات بالقرب اذا باش نحسبو الشوحنة ديال الايون كنديرو كي باش نرمزو الشوحنة ونديرو هنا يعني ديال الايون ماشي ديال الطره شحل الشوحنة دياله هي كنجيبوها من الرمز ديال الايون اللي هو ناقي جوج او ولكن ما بغوش هما الشوحنة بدلالة او ولكن بغوها بدلالة الكولومب يعني كنا نعوض او بالقيمة اللي هي واحد فصلة ستة فعشرة اس ناقص تعتاش كولومب ونحسب هاد القيمة هادي ولكن ما ننساش هنا يناقص لان الشوحنة ديال هاد الايون رهي شوحنة سالبة لانه اكتسب وبالتالي نحسب هادي ستتنى ثلاثة فصلة جوج سعشرة اس ناقص تعتاش كولومب ايدان هادي 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 الشوحنة ديال الايون الكبريت هادي الشوحنة جبتها مباشرة من رمز الايون ونقدر نجيبها من شوحن الموجبة زائد شوحن السالبة لان عندي هادي الشوحن الموجبة راهي زائد ستتاش او الشوحن السالبة اللي هي ناقص سمنتاش او وغادي ستعطيني ناقص دو او رابعا انا عبر عن شوحنة ناوات درة الكبريت اذا ندرة ديال الكبريت ناوات ديالها شحل هادي هادي الشوحنة ديال نوايو ناوات ديال الكبريت شحل فيها من شوحنة كهربائية فيها ستاش لان العدد الدري هو ستاش وبالتالي غادي ستكون ستاش الشوحنة الموجبة وستاش الالكتر وبالتالي عدد شوحن الموجبة والشوحنة ديال ناوات هي زائد لان الشوحنة دائما موجبة اذا انا زائد ستاش او اذا هنا ما قالوا ناش واش نعبرو عليها باو ولا بالكولوم اذا اعطونا نعبرو عليها بالكولوم شنو خاسنا نديرو غادي نعوضو هاد او بالقيمة ديالها اللي هي واحد فاصلة ستة فاش هاوس ناقص ستاتاش ما محسبش حالية ستة شفو واحد فاصلة ستة ولقى الناتجة اللي هي وغادي ستكون هنا زائد تمرين التالس نضعوا قطعا صغيرة من المواد البلاستيكية ومتعدد كلورولفينيل ومتعدد ايتيلين ومتعدد سيتيلين وعطونا رموز دياله في كأس ماء عادي وثم في كأس ماء مالح اذا انا نديرو واحد الكأس اللي فيه الماء عادي وهنا واحد الكأس اللي دوبنا فيها المالح تولى واحد الماء اللي هو مشبع بمقارنه المواد اوفي واحد التي تطفو او تغوسو في الماء المالح او العادي و يحدد أسم مواد اوفي واحد السامة الموافقة لل 소س اذا هنحنا نديرو سوف ننفعو انطلاقا من الدرس يعني چéquنا عندنا معلومات على الدرس ما هي المواد التي تغوسو في الماء المالح او التي تطفو في الماء المالح إلى غير ذلك إذن إحنا عندنا انطلاقا من الدرس النبي أن ما الخاص يدعون أنه يطفو فوق الماء المالح والعادي إذا أخذنا فأس هي تطفو فقط فوق الماء فوق الماء المالح وتغوص في الماء العادي النبي فالسي فهي لا تطفو فوق لا تطفو فوق الماء المالح ولا تطفو فوق الماء العادي يعني بعبارة أخرى أنها تغوص في الماء المالح وفي الماء العادي نحن نجد هنا هذا سيطفو هذا سيطفو عبارة على الدرس نحن نرى سيطفو انطلاقا من هذه الجريبة كيف سنشر الأسماء إذا ما هي 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 المادة البلاستيكية وما هي ما هي المادة البلاستيكية السيطفو تغوص في الماء العادي وتغوص في الماء المالح إذا ما هي سيطفو 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 يعني متعدد كلورون الفينيل عندي يغوص في الماء العادي ويدفو في الماء المالح وبالتالي هو عبارة عن متعدد السيتيلين لأنك يتميز بهات الخاصية وعندي السي اللي هو يطفو فوق الماء العادي ويدفو فوق الماء المالح وهو عبارة عن متعدد الإيتيلين لأن هذه واحدة تجربة اللي كنديروها باش نفرقوها بين المواد البلاستيكية يعني هذا هو الإجابة على السؤال الأول بنسبة السؤال الثاني أعطي خاصية مشتركة للدائن بأو و بأس إذن الخاصية المشتركة واللي بلما نرجع للطرس واللي عندي هنا في هاد في هاد تجريبة أن بأو و بأس هما بجوجة شنو كيديرو يطفواني فوق الماء المالح دان هادي خاصية مشتركة لهاد الأنواع ديال البلاستيك أما بذيسي إذن هو لا يطفو فوق الماء العادي ولا يطفو فوق الماء المالح وعنده خاصية أنه عند احتراقه يصبح لوله باللون الأخضر هذا هو بشكن ميزه هذا النوع ديال البلاستيك اللي هو اللي هو بذيسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر